النهاردة لوي فيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر كان له تصريحات مهمة جدا جدا تعالوا أقول لكم تصريحات وفيها كلام في ما بين السطور حقيقة لا أتكلم معاكم فيها بعد ما نقرأ تصريحات ويلا بينا لوي فيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر قال عندما عرض حازم إمام علي أو عرض حازم إمام علي مشروع منتخم مصر قلت فلنفعلها ونتبنى هذا المشروع وتلك المهمة كان شرف كبير أن أحظى بتعاقد لمدة أربع سنوات وبالفعل هناك رؤية تخص كأس العالم الفين ستة وعشرين أقوم بعملي في المباريات وأقدم وجوها شابة بالإضافة لأصحاب الخبرة وأيضا عرضت بعض الأفكار على الاتحاد الظروف المساعدة على العمل كانت مفيدة لنا في مصر وشخصيا تفاجأت بالروح الإجابية خلال فترة زمنية قصيرة وأرى أن المكسب الأكبر هو تحقيق نموذج اللعب مع المنتخب واستعاب اللاعبين لأفكارنا في وقت قصير قال كمان نجاح المدربين البرتغاليين هنا يمنح الناس ثقة عند التعاقد مع مدرب برتغالي آخر وذكر منوذجي وقال منوذجي يحظى بشعبية كبيرة هنا نحن البرتغاليون لدينا قدرة هائلة في التأقلم بالإضافة أن هناك أمور كثيرة متشابهة بيننا وبين المصريين وهذا ما يساعدني حتى في الملعب قال كمان لا أحد يفوز بالألقاب وهو يفكر فقط في الهجوم لكن الهجوم الجيد يفوز بالمباريات والاهتمام بالدفاع أيضا يمنح الألقاب الدفاع فن أيضا وعنصه المهمة ونحافظ على هذا التوازن دائما رؤيتي لللعب هجومية نعم لكنها تظل متوازنة قالت ضغط على الجهاز الفني أو اللاعبين نتعامل معه دائما الفوز بكاس الأهم ليس سهلا على أي منتخب وهناك منتخبات قوية للغاية لكن جوهر فكرتنا هو السعي لللقب وهو ما أريد تحقيقه منذ يوم الأول أعلم أن مصر لديها السبع ألقاب وأريد أن تكون رسالة النهاية واضحة سنقاتل من البداية حتى النهاية في أمم أفريقيا ولكن هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل القرعة وفي أي مدينة سنلعب وقائمة اللاعبين والغائبين كلام محتر وقتها نبقى نشوف اللي يحصلين قال كمان أراقب مجموعة من اللاعبين هنا في مصر يمكنهم دعمنا خصوصا من المنتخبات الأقل في الفئة العمرية المنتخب اللي ينبيو والمنتخب الشباب هناك مواهب واعدة وأعلم ما أقوله بسبب تعاملي من قبل مع مواهب باتت من نجوم حاليا مثل جواو فليكس ورومين دياش وإيدرسون وريناتو سانشيز شوف اللاعب الأسماء العظيمة اللي ضرر لها الراجل قال كمان محمد صلاح من نوعية اللاعبين الذين يمثلون أهمية قصوة لمنتخباتهم مثل ميسي ورونالدو ونيمار وهؤلاء يمنحون منتخباتهم كوة كبرى ونحن فخرون بامتلاك اللاعب مثله وجوده يرفع مستوى تطلع الجميع سواء لعبين أو مدربين الكل يريد أن يصبح فيه مستوى أعلى لواكب أداء قال بحب صلاح للغاية داخل وخارج الملعب هو يمثل كل ما يجب أن يتوافر في الملعب ويتحلى بخفة الظل خارج الملعب بالإضافة إلى تركيز هائل على المستوى المهني خرج من مصر منذ ما يقرب من 12 عاما وليس من السهل أن يوجد لاعب مثله حتى في البلدان الأخرى حتى يظهر صلاح جديد في مصر يجب إضافة بعض العناصر لتركيبة اللاعب هنا مثل ارتفاع مستوى التعليم والتدريبات وجودته لدينا هنا عندها قوية ولها سيطة هائلة مثل الزمالك والأهل والبرامد زوف يوتشر نحن هنا في مفترك الطرق بين رغبة اللاعبين في الاحتراف ومنح الفرصة لللاعبين الشباب إذا كنا نريد لللاعبين للتحاق بعدها كبرى في أوروبا لن يحدث ذلك في سن 25 لكن سن أصغر وإذا أردنا تواجد صلاح جديد يجب منح الفرصة للشباب في الاحتراف في سن أصغر من السابعة عشر مهمة دي القناعات إنني قدمت إلى مصر لخود هذا التحدي قد أربح أو أخسر ولكن رغبتي كانت خود التحدي والفعل وصلت لي عروض من جهات مختلفة لكني سعيد هنا وبالتالي لن أكون الراغب في الرحيل بحب وجودي في مصر كثيرا ويمكننا أن نكون في وضع أفضل عندما أشعر أنني لست في أفضل حال سأطلب الرحيل دي كمان نوع تمام